السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا نعمل عيش الترتية او الترتلة زي ما بتسموه بقى بصوام الحاجات الحلوة قوي وبعدين ينفع في حاجات كتير او وصفات كتير او ممكن نعملها ممكن نعمله بقى في الشوارمة ممكن تعمله في الكسدية ممكن نعمله كده حاجات كتير وصفات كتير ان شاء الله ممكن نعملها مع بعض بس قولت نعمل الاساس كده في فيديو لوحده وبعد كده بقى ايه نعمل وصفات تانية كتير ان شاء الله بالعيش ده وصفة سهلة جدا ومقديره بسيطة قوي بس يريد تمشوا عليها لان ممكن حاجة صغيرة كده تزودوها او تقليلوها تبقى النتيجة معاكم مش تمام او شايفين بقى بيتلف معانا بسهولة ولا بتقطع ولا اي حاجة خالص تعالوا نشوف عمالنا ازاي بس قبل ما بتزيل الفيديو يريد تشتركوا معي في قناة وما تنسوش تفعلوا بقرس ولو الفيديو عجبكو اتمنى تعملوا للايك يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اول حاجة عندي ثلاث كوبات من الدي بنخلهم كويس وبعد كده انا عندي بقى ثلاث كوبات الدي دول حطيت عليهم نص من دقيق الدرة انا بستخدم المعيار ده بالكوبات دي بتبقى حلوة جدا عايز اقول لكم ان هو من حاجات الاساسية في المطبخ المعيار دي بتبقى حلوة او وبتسهل عليك كتير جدا وكمان بتطلع معاكي المقادير مزبوطة جدا من غير لجرامات ولا اي حاجة خالص زي ما قلتلكم بقى حطيت ثلاث كوبات دي حطيت لهم نص كوبات من الدي الدرة الاصفر انا حطيت في الفيديو كوباتين ونص بس انا كنت مزودة نص كوبات بس مصورتهش بصراحة انا حطيت ثلاث كوبات من الدي الدي الابيض ونص كوبات دي درة اصفر وبعد كده قلبتهم كويس مع بعض وبعدين هنزل بقى عندي معلقة كبيرة من البكنج بودر انا بس بحط خميرة ولا اي حاجة بس عايزة يبقى نافل شوية كده وبعدين عندي معلقة من السكر وعندي نص معلقة من ملح وعندي بقى ربع كوباية من الزيت زيت نباتي زي ما قلتلكم لازم تتبعوا المعيار بالزبط ما ينفعش تزوده عن كده وتقلله عن كده عشان تطلع معاكي الوصفة مزودة وبعد كده بقى عندي كوباية من المية خليها بقى جنبي كده وبتدي ازود بالتدريج انا حطيت الكوباية كلها بس يعني بين انواع دي دايما بقول انواع دي بتختلف فانا ابتديت بقى بش نص كوباية كده وبتدي ازود بالتدريج واشوف انا محتاجة قدقي انا احتاجت الكوباية كلها بس انا هاجن بقى كويس جدا عشان بقى افعل جلوتين الفل دي وطبعا دي الدورة لازم نتعجن كويس قوي عشان ما يقطعش معاكي وعشان العجينة تطلع معاكي كده ملسة وحلوة ويطلع معاكي في الاخر النتيجة حلوة فاعجينيها شوية كده كويس اهم حاجة ان احنا نعجينها كويس قوي شايفين بقى العجينة بقت متماسكة زي قاومها حلوة قوي انا استخدمت زي ما قلتلكم كوباية كلها كوباية المية كلها بقت العجينة كده جاهزة معايا شايفين القاوم بتاعها عاملة زي ولا هي بتلزق ولا هي ناشفة قوي يعني اقدر افردها بسهولة وفي نفس الوقت ما تلزقش في ايديكي بعد كده اجيب بقى حاجة وحط عليها شوية زي وابتدي اخدها بقى اقور كور صغيرة كده انا عملت العجينة دي التلات كوباية دولت ونصد كوباية دي الدورة عملتهم اه اتناشر قطعة انتوا بقى حابين تعملوها اكبر او اصغر براحتكم دي حاجات ارجع لكم بس المهم ان احنا نعملها قطعة متساوية بالشكل ده كده وابتدي بقى ريح العجينة شوية حسابها بقى واغطيها شوية عشر دايق كده عشان لما اجي فردها تتفرد بسهولة طبعا احنا مش بنخمر ولا اي حاجة خالص اي مش هتاخد معاكي وقت عشر دايق بس عشان تقدر تفرديها بسهولة بعد ما تقطعيها وبعد كده هبتدي بقى ان الشابة بتاعت دي عشان اقدر افرد بسهولة نبتدي نفرد بقى العجينة بتاعتي عندي بقى اللي انا بفرد عليه دوت بيبقى فيه علامات بيسهل علي برضو ان انا ابقى عارفة السمك اللي انا عايزها اقدقي ايه او ان انا عايز افردها اقدقي المهم ان انا حاجي بقى عند علامة كده وحبتدي اقف عليها هي مجرد بس متوصل تبقى حجمها يعني ايه عايز اقول لكم ان هي بتبقى رقيقة شوية مش بنتخنها وبجيب طبق وابتدي اعمل بقى بالعجلة بتاعت البيتزا كده اعمل الحرف بتاعها شي الحروف الزيادة دي عشان تطلع بقى ايه متساوية كده وكمان يطلع شكلها يعني لو انتو بقى حابين تعملوها كده لضيوفة او اي حاجة يعني هيحسوا ان انتو شارينها من بره يبقى كل عند كل قطع الشاورمة او صندوتشات الشاورمة تبقى قد بقى مقاس واحد كده بتبقى شكلها اشيك طبعا وشكلها احلى بكتير يعني نعمل بقى الكميل اللي عندي كلها بنفس الطريقة دي اهم حاجة بس ان احنا نبل الفريرة بتاعتنا ديت بشوية دي عشان ما تلزقش في العجينة ومنزودش دقيق من تحت قوي اهم حاجة ان احنا ديق بتاعنا يبقى متويزة ما نزودش قوي ولا نقلل قوي عشان ما تلزقش معك وشايفين هي بتتفرد بسهولة وفي نفس الوقت ان مش بتلزق معي خالص اهو شايفين بالطبقة بقى كده وبتدي احدد بقى الزيادة بتاعتي واشيلها عملتلكم قطعة كمان هوت عشان تشوفوا بقى الطريقة بالزبط وبعد كده طبعا اللي بنشيله زيادة ده انا عملت بيه اي واحدة كمان فانا كده عملت تلتاشر قطعة من العجينة كلها طبعا مش بنيرمي يعني بعد كده نحطها بقى صنية على النار كده سبتها تسخن شوية وبعد كده اخد بقى القطعة بتاعت دي وحطها على النار طبعا عايز اقول كم ان هي مش بتاخد سوا معاكي خالص اول ما حت تبتدي بس تطلع فقاقية صغيرة اوي يقلبوها على طول الجنب التاني مش عايزها تاخد لون خالص وتاني حاجة لازم طبعا تطلعيها على اه فوتة كده فوتة مطبخ وتغطيها كويس جدا اول ما تخرجيها من النار علشان ما تنشفش معاكي وتقدر اتلفها بمنتعة سهولة شايفين اول ما تبدأ تطلع الفقاقية دي كده نقلبها على الجنب التاني على طول هي يعني مش هتاخد اقل من يعني اقل من نص دقيقة تمام? عالجنبين ونبتدي بقى نطلعها على الفوتة بتاعت المطبخ دي ونغطيها كويس جدا كده بقى خلصنا الكمية بتاعتنا كلها شايفين ما شاء الله عايز اواريكو بس بتتلف معايا بسهولة هيت شايفين وقاومها حلو جدا وان شاء الله هنعمل منها وصفات كتير جدا استنوني مسلم عليكم متنسوش بقى لايك للفيديو مسلم عليكم